أهلا بحضراتكم مصر بلد شابة هي مش بس شابة لأ هي من أكتر دول العالم شبابا 68% تقريبا من سكان مصر تحت سن 35 سنة وفي الشريحة العمرية من 15 إلى 35 سنة فيه تقريبا 31 مليون شاب وشابة على الأقل ده معناه إيه؟ ده معناه أنه قضايا الشباب هي مستقبل البلد دي موضوعاتهم مش معناه بالنهاردة بقدر ما هي مهتمة ببكرة عشان كده فيه لجنة متخصصة للشباب في الحوار الوطني من أصل 19 لجنة في المحاور التلاتة اللي احنا عارفينهم المحور السياسي والمحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي هتسألني طيب قضايا الشباب في أنهي محور من دول هقول لحضرتك أنه لجنة الشباب متصلة بكل المحاور الرئيسية في الحوار الوطني طيب في قضية مهمة محتاجة نتكلم فيها النهاردة وهي قضية برضو متصلة بكل المحاور الرئيسية في الحوار الوطني وهي قضية الأمن الغذائي العيش قضية سياسية هي وقضية اقتصادية في نفس الوقت وقضية مجتمعية الأمن الغذائي موضوع عالمي مش محلي بس تحديدا بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يعني عاملة مشكلة في هذا الملف الحقيقة الأمن الغذائي يعني مساحة الأراضي الزراعية يعني المحاصيل الاستراتيجية والاكتفاء الزاتي يعني التصدير يعني الأسعار الأمن الغذائي له علاقة وثيقة بكل المحاور الحقيقة بتاعة الحوار الوطني خليني أبدأ حواري على طول بضيوفي النهاردة اللي منواريني في مصر جديدة النائب هشام الحصري مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني ورئيس لجنة الزراع والرايب مجلس النواب أهلا بحضرتك منوارنا في مصر جديدة ومشرفني كمان في الاستوديو نائب أحمد فاتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني يا مسائل فل منوارنا في مصر جديدة الحقيقة يعني فعلا نحن بلد شابة حينما يحتل الشباب الجزء الأكبر من الكسافة السكانية المصرية معناها نحن نحتاجين أن نوجه نظارنا لقضايا الشباب في مصر لأنه هم مش بس الحاضر ده هم المستقبل من غيرهم ما فيش مستقبل لنا لجنة الشباب ماذا تقدم من ملفات في الحوار الوطني بتركزوا على أني قضايا بالضبط في الحوار الوطني إحنا الفترة اللي فاتت أولاً بشكرك على كنامك المحترم على الشباب وإن شاء الله اللجنة تأتي بثمرها اللي الشباب كتير جداً طلبوا مننا حاجات وتوصيات ومشاكل وتحديات بيواجهوها في أكتر من ملف فلما سمعناهم من شهر 29-22 لما تم تكلفنا أن نحن نبقى مقررين عن لجنة الشباب داخل الحوار الوطني قلنا نزل نسأل الشارع أنتم محتاجين إيه يا شباب من لجنة الشباب نزلنا جماعات المدارس رحنا في الكرة وفي النجوع وكلمنا مع الأعزاب المختلفة والمجتمع المدني ومراكز الشباب وأندية الأساس في الشباب رقم واحد قال لك إحنا عندنا مشكلة حقيقية في اقتصادنا الوطني وعندنا الدولة بتطلبنا أن إحنا عشان نقدر نحل مشكلة البطالة فنقدر نشتغل على ملف رياضة الأعمال وده اللي عن نقشه يوم الخميس الجاي أول محور من محاور لجنة الشباب هو دعم وتمكين الشباب والأشخاص ذوي الأعاقة في ملف رياضة الأعمال فلكن إحنا عندنا تحديات ومشاكل كتيرة جدا بنواجهها والشباب كتير ساب البلد الفترة اللي فاتت ورح فتح في دول أخرى سمعناهم وقلنا إيه التحديات اللي بيواجهوها واضحونا التسهيلات والإجراءات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت عشان خاطر دول تانية تستقطب شبابنا لا إحنا أولى بتشبابنا فهيبقى أول محور رئيسي هو دعم وتمكين الشباب في ملف رياضة الأعمال وليه الأشخاص ذوي الأعاقة موجودين في ملف رياضة الأعمال إحنا كنا نعمل جلسة خاصة للأشخاص ذوي الأعاقة بس برضو كانت رغبات الأشخاص ذوي الأعاقة هم قالونا إحنا المفروض يحصلين عملية الدمج في كل المحاور ما تعملوناش جلسة لوحدها فطلبنا من الأمانة الفنية أن يكونوا مشاركين معانا في كل الجلسات فبالفعل مثلا الجلسة اللي بعدها التحدات الطلبة والأنشطة الطلبية ودي مشاكل بتخص المدارس والجماعات لو إحنا عايزين نخلق كوادر سياسية أو كوادر مجتمعية تخدم المجتمع المصري لازم نهتم بالأنشطة الطلبية والتحدات الطلبة وكمان الأشخاص ذوي الأعاقة يكونوا متوجدين فكل فئات المجتمع ممثلة عندنا محور تاني مهم جدا هنتكلم عنه هو التمكين السياسي للشباب عندنا محور رابع برضو مهم جدا هو شكل الرياضة في مصر الشباب اللي بيطلع يلعب باسم دول تانية غير اسم بلدنا هل الدول التانية بتديرهم مميزات؟ أه طبعا بتديرهم مميزات فلازم نبقى عارفين اين مميزات وده فخامة الرئيس أعلن عنه خلال الفترة اللي فاتت أن الأكدامية الوطنية هتكتشف المواهب وعترع المواهب سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية عندنا ملف مراكز الشباب وما تقدمه مراكز الشباب لشبابنا هل حاجات رياضية فقط لغير عندنا ملف مهم جدا هو فصل وزارة الشباب عن الرياضة وده كان مطلب من المطالب بتاعت الشباب أو رجاحها للمجلس قامي للشباب أو مجلس أعلى الرياضة مطلب ده مهم ده موجود في كل محور ليه عشان لو الرواد الأعمال اللي احنا قعدنا معاهم وده عيتم منقشاته يوم الخميس الجاي كانوا بيقولون أن احنا ما عندناش منظومة هي اللي تقول لنا تبقى وحدة الوصن ما بين كل الوزارات يحنا عندنا الاتصالات شغятельة على رياضة الأعمال وده لما الاتصالات شغلت على رياضة الأعمال فما يبقاش لي اسمها وزارة الشباب والاتصالات عندنا تضامن اجتماعي وحماية اجتماعية يبقاش لي اسمها وزارة الشباب والتضامن الاجتماعي فالمقصود من الشباب ان دلوقتي هم متوجدين وحيك حتى في حديثك في بداية الكلمة ان هم 19 لجنة هي مش لجنة موجودة في المحور المكتعي بس ده احنا موجودين في كل اللجان فنفس الشكل وعش كده حتى اسمها لجنة الشباب مش والرياضة هي لجنة الشباب فقط لغير وكان الاساس من الموضوع ان عملية الفصل رايحة ليه ان تبقى الوزارة هي معنية بكل مشاكل وتحديات الشباب وفي الاخر كمان ان من الشرطة تبقى وزارة تبقى مجلس قومي للشباب ومجلس اعلى الرياضة واخيرا فكرة انها يبقى فيه جلسة استماع لشبابنا الدارسين في الخارج وانا اعمل كمان التحولات الجيلية ان الجيل بيسلم جيل فالجيل اللي قبله كان التكنولوجي بتاعته عبارة عن ايه هل واسطة للجيل اللي بعده ولا لأ وطبعا الانتماء والوعي لدخل الدولة المصرية مهمة جدا الانتماء والوعي ده محور من المحاور اللي محتاجين نشتغل عليها كتير جدا لانه نقطة البداية اعتقد الوعي لو عملنا الوعي بصورة صحة هيتحقق نقطة الانتماء الوعي في الامن الغذائي اخبار رئيسية النائب وخصوصا انه احنا عندنا تحديات مش بس على المستوى المصري ولا على المستوى العربي بعد الازمة الاوكرانية الروسية في ملف الامن الغذائي احنا عندنا تحديات عالمية الحمد لله الدولة المصرية كان عندها رؤية بعيدة فقدرت انها يعني ما تقعش في المشكلة الكبيرة دي وقدرنا ان احنا سواء كورونا او الازمة الروسية الاوكرانية ما كانش عندنا مشكلة صعبة او مشكلة كارسية فيما يتعلق بالامن الغذائي ولكن من وجهة نظر حضرتك ايه هي تحديات ملف الامن الغذائي في مصر الفترة دي بداية اسمحيلي ان انا اتوجه بالتحالة لحضرتك وللسادة المشاهدين وبشكرك على حديثك عن الزراعة اللي بتعتبر يعني او الامن الغذائي بصفة عامة يعني من اهم الموضوعات اللي موجودة على طولة كل الدول مش في مصر بس بعد ما حدثت جايحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وتداياتها على العالم نتج عنها ازمة غذاء نتيجة ان روسيا واوكرانيا هم اكبر دولتين منتجين لمحاصيل الحبوب وبالتالي النهاردة بدأت الدول تفكر جليا في هذا الملف وبدأ الموضوع بعد ما كان واخد اهتمامات سنوية بدأ ياخد اهتمامات السنية لان الامن الغذائي يعتبر احد مقاومات الامن القومي بصفة عامة وخصوصا في مصر زي ما حتك قلتي الدولة عندنا في مصر تنبهت اول كذا ستنبهت لهذا الموضوع مبكرا منذ بداية حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 كان التوجه ان احنا نضيف مساحة من الرقع الزراعية نزود الرقع الزراعية اللي موجودة بالصورة اللي تخلينا نزود انتجياتنا من المحاصيل الاستراتيجية بس طبعا الموضوع كله عندنا يعني احنا ما عندناش ازمة ارض انها ما عندنا ازمة مية وبالتالي التوسعات اللي كانت بتتم دي كانت التوسعات بتبقى مدروسة على مدى توفر المياه لو جينا نبص مثلا في مشروع الدلتا الجديدة هنلاقي ان مصدر المياه اللي موجود دلوقتي مية ارتوازي بس فيه توجه دلوقتي موجود لانشاء محطة معالجة المحطة دي هتاخد مياه الصرف الزراعي اللي موجودة في كل مصارف غرب الدلتا وتبدأ تعمل لها عملية معالجة وتضخ مرة اخرى مياه صلاحة للزراعة لاستصلاح 2.2 مليون فدان في الرقعة في مشروع الدلتا الجديدة عندنا في سيناء 500 الف فدان دول برضو نتيجة محطات المعالجة اللي تمت في المحسمة وفي بحر البقر بحيث ان احنا نضيف 500 الف فدان للرقعة الزراعية في سيناء وده يعني برضو يعتبر امن قومي ان انا عمر سيناء واننا الجزء من الكسافات السكنية اللي موجودة في المحافظات ذات الكسافة السكنية العالية الى منطقة سيناء عندنا يعني مشروع المليون ونصف فدان وده مشروع بدأ من او من سنة 2016 استصلاحنا جزء ومازال عملية اصلاح موجودة على مستوى مجموعة من المحافظات الحاجة التانية التوسع الافقي بيواكه او بيقابله توسع رأسي ان انا بحاول ازود وحدة يعني الناتج من وحدة المياه ووحدة الارض بحيث ان انا النهاردة اعمل توسع رأسي النهاردة انا بستنبط اصناف تقوي بديدة هذه الاصناف النهاردة بتنتج انتاجيات اعلى من المحاصيل وعلى سبيل المثال عندنا محصول الامح محصول الامح زمان كان متوسط انتاجية الفدان 8 ارادب الحمد لله النهاردة قديرنا نوصل ل 18 و 20 اردب ده جاء نتيجة ايه ان انا استنبطت اصناف جديدة من التقوي بتديني النهاردة انتاجيات اعلى في نفس التوقيت ان انا النهاردة برضو ببدي او بعمل ارشاد زراعي بحيث ان انا ادي معاملات للمزارع سواء في عملية التسميد او في عملية المقاومة ازود بيها الانتاجيات بتاعتي انا مع الزيادة السكانية المضطردة احنا تقريبا بتزيد سنويا اتنين ونص مليون نسمة سنويا يعني دولة جديدة لو ما كنتش النهاردة هعمل تطور في الزراع واعمل توسع في الزراع او التوسعات الافقية انا مش اقدر اغطي الزيادة السكانية اللي موجودة وبالتالي بقى لزامن علينا ان احنا نبدأ نفكر ازاي نوسع الرقع الزراعية ازاي نزود الانتاجية من وحدة الميا ووحدة الارض بحيث ان انا النهاردة اقدر اوفر احتياجاتي الحاجة التانية ان النهاردة انا باعتبر ان اللي حصل ده على قد ما هو كان منحة انا انا شايفه منحة لاغلب النهاردة العاملين مثلا في مجال الانتاج الداجيني والتربية الماشية بدأوا يتوجه لانهم ما ياخدوا ارض صحراوية في الدلتا في المناطق الصحراوية سواء في الواد الجديد او في كل الارض المستصلحة بحيث انه النهاردة يبدأ ينتج احتياجاته من محصول الدورة السفرة وفول الصوية بحيث ان انا اوفر استراضي لان انا بستورد تقريبا حوالي 90% من احتياجاتي من محاصيل الاعلاف وتقريبا حاجة و90% من احتياجاتي في المحاصيل الزيتية وبالتالي اي توسع في هذه المحاصيل سواء توسع عفق او توسع رأي رأسي ده هيوفر لي جزء كبير من العملة الصعبة اللي انا بعاني من نقصها دلوقتي في ان انا ازود الانتاجية ووفر احتياجاتي للمواطنين ولتغذية الدواجن والماشية اللي هي في الاول والاخر برضو تعتبر من مقاومات وعناصر الابن للغزاء المصر